موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائي طلبة الأول متوسط في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية درسنا لهذا اليوم سوف نتناول فيه إن وأخواتها إن وأخواتها هي حروف تدخل على جملة المبتدأ والخبر تدخل على جملة المبتدأ والخبر حينما تدخل هذه الحروف على جملة المبتدأ والخبر تغير تغير معنوي وتغير تغير أعرابي وتغير تغير أعرابي نأتي إلى الآن إلى النص نأتي الآن إلى النص قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لماذ تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم إذن إذا تأملنا إذا تأملنا النص وجدنا أن لفظ الجلال في قوله تعالى إن الله إن الله هنا الله لفظ الجلال منصوب منصوب لأنه اسم إن لأنه اسم إن فإذن هنا الله اسم إن ويحب الذين يقاتلون إن الله يحب الذين يقاتلون أبناء أبناء إذا قلنا الله يحب الذين الله يحب الذين قبل الدخول في التفصيل إذا قلت الله يحب الذين يقاتلون الله يحب الذين يقاتلون في سبيلي صفا هنا إذن الله يحب الذين يقاتلون لكن عندما أقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيلي هنا الوقع ماذا عندما تسمعون إن الله أصبحت الجملة مؤكدة فإذن هنا إن حرفي مشبه بالفعل يفيد التوكيد نأتي الآن إلى معاني إن وأخواتها فهنا إن ما هي هذه الأفوان نأتي إلى هذه الأبناء نأتي إلى هذه الحروف هذه الحروف هي إن أن إن أن كأن لكن وليت ولعل وليت ولعل نعم هذه الحروف تدخل على جملة المبتدأ والخبر تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها نعم ما هي معاني هذه الحروف؟ ما هي معاني هذه الحروف؟ نأتي إلى معاني لكل حرف معنى مثل الأفعال الماضية الناقصة عندما قلنا أنه لكل فعل معنى نأتي إلى هذه الحروف لكل حرف معنى عرفنا أن هذه الأحرف تدخل على جملة المبتدأ والخبر تنصب المبتدأ وترفع الخبر أكس عمل كان وأخواتها كان ترفع يبقى المبتدأ مرفوعا وتنصب الخبر إن وأخواتها بالأكس تنصب المبتدأ ويكون اسما لها يسمى اسمها وترفع الخبر يبقى مرفوعا ويسمى خبرها نأتي الآن إلى معاني هذه الأحرف أولاً أولاً إن إن نعم إن وأن أها إن ماذا تفيد ماذا تفيد تفيد التوكيد تفيد التوكيد تفيد التوكيد فنقول العلم نور العلم نور جملة مبتدأ وخبر العلم نور ندخل إن وأن ندخل إن أو إن على أحد نقول إن 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 العلم نور إن العلم نور فإذن التغير هنا توكيد التغير المعنوي إنه الجملة أصبحت مؤكدة أما التغيير الإعراضي فهذا أصبح اسم إن منصوب اسم إن منصوب وهذا هو خبر إن مرفوع خبر إن مرفوع نأتي هذه هي جملة مبتدأ وخبر هذا مبتدأ مرفوع وهذا خبر مرفوع فهذا هو نلاحظ إنه هذه الجملة أصبحت مؤكدة أصبحت مؤكدة نعم فإذن جملة فإذن أبنائي هذه الأحرف عندما تدخل على جملة المبتدأ والخبر تغيرها تغيير معنوي لأن كل حرف إلى معنى خاص به فإذن يضفي المعنى على جملة المبتدأ والخبر ويضغير معناها فإنه وأنه تفيد التوكيد إن العلم نور إن المجدة ماذا به المجد؟ محبوب إن المجدة محبوب الجد والاجتهاد صفة محبوبة عند كل الناس عند التلميذ عند الآمل نعم عند المعلم عند أي شخص الجد والاجتهاد إن 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 المجدة ماذا به؟ محبوب المجد مجدتون أو مجدون ماذا بهما؟ محبوباً نعم إن المجدان محبوبين عفو إن المجدين محبوباً عفو إن المجدين محبوباً ثم بعد ذلك نأتي إلى ليت 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 ماذا تفيد ليت على ليت الشباب يعود يوماً إذن ليت ولعل إذن هي كم أحرف عندي عندي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل عفو إذن قبل ليت قبل ليت نأخذ إن وأن ثم كأن نأخذ كأن كأن أبناء انتبهوا انتبهوا رجاءاً أنتبه إلى هذه الهمزة كأن نعم كأن دائماً أنتبه إلى هذه الهمزة دائماً أنتبه إلى هذه الهمزة بالكتابة كأن ماذا تفيد كأن التشبيه التشبيه إذن تفيد التشبيه كأن تفيد التشبيه كأن الجندي أسد الجندي الجندي أسد الجندي أسد فإذن الجندي مبتدأ وأسد نعم صفة الجندي الأسد البطولة الشجاع الجندي نعم عندما ندخل كأن كأن الجندية أسدون أي والله الجنود كلهم أسود نعم فإذن كأن هنا حرف يفيد حرف مشبه بالفعل يفيد التشبيه والجندية اسمها كأن منصوب وأسدون هو خبر كأن ماذا به مرفوع مرفوع إن وأن إذن كأن هنا تفيد التشبيه كأن تفيد التشبيه بماذا أشبه كأن كأن الجند أسد كأن الأم مدرسة نعم الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبة الأعراقي فإذن الأم مدرسة هي في الأخلاق في التربية الفاضلة فكأن الأم ما أحسنتم كأن الأم مدرسة لأن الأم تكون اسم دي كأن نعم بعد ماذا لدي من من هذه الأحرف وما هي معانيها إن إن أن كأن ثم ليته 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 ألا ليته الشباب يعود يوما نعم هذا البيت لا ننساه أبدا دائما عندما نقول ليته والتمني الكبار العمر يقولون ألا ليته الشباب يعود يوما التمني نعم فإذن التمني هنا ليته التمني التمني أمر لا يمكن حصوله التمني لأمر لا يمكن حصوله نعم مثل يعني لا يمكن حصوله يعني حصوله مستبعد يعني مثل ألا ليت ألا ليت الشباب يعود يوما عندما يقولون كبار العمر ألا ليت الشباب كيف يعود الشباب كيف يعود الشباب للإنسان ألا ليت كل الفصول ربيع كيف تكون كل الفصول ربيع لدينا أربع فصول لا يمكن أن تكون كل الفصول فصل واحد فإذن لا يمكن أن حصول تمني أمر لا يمكن حصوله ليته نعم بعد ماذا لدينا من هذه الأحرف المشبهة بالفعل ليته ولعل لعل بماذا ماذا تفيدنا لعل نعم عفوا نأخذ مثال نأخذ مثال عن ليته مثل ليته الفصول كله مثال الترجي الترجي شنو معنى الترجي أمر محبوب يرجى حصوله يعني يمكن حصوله يعني يمكن حصوله مثل مثل لعل الامتحان سهل لعل الامتحان سهل سهل اللي يقرأ نعم طالب اللي يقرأ المجد يكون سهل لكن اللي يكون وسط يقول لعل لعل الامتحان سهل يعني يتمني انه يكون الامتحان سهل ويمكن حصوله فلعل الامتحان سهل نعم نأخذ الامتحان سهل الامتحان عندما تدخل لعله يصبح لعله الامتحان سهل لعله الامتحان سهل هنا نعم ايضا ماذا لدي من هذه الاحرف بقي عندي لعله ولكن لكن 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 هنا ماذا تفيد الاستدراك 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 شنو يعني معنى الاستدراك لا يمكن ان استدراك اتكلم بجملة ثم استدراك مثل نقول حضر الطلاب حضر الطلاب لكن المعلم لكن عفوا المعلمة لكن المعلمة لم يحضر او تأخر فاذا هنا حضرت قلابه لكن المعلمة لم يحضر فاذا هنا لكن تكون في وسط الجملة المعلمة اسمها ولم يحضر جملة فعلية في محل رفع خبرها فهذا هو اسم لكنه هذا هو هنا اسم لكنه فاذا هذه الاحرف ابنائي هذه الاحرف تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتغيرها تغير معنوي وتغير لان لكل حرف معنى لذلك تتغير الجملة معنى الجملة يتغير وتغيرها تغير اعرابي بان تنصب الاول وترفع الثاني نعم نأتي الان الى القواعد نعم اذا ان وانه كأنه لكنه ليتو لعله هي هذه احرف مشبه بالفعل تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتنصب الاول المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها مثل اخذنا مثل مثل ان المدرس مخلصون مدرس مخلصون تصبح مؤكدة ان المدرس مخلصون نعم ان المدرس مخلصون فهنا انه تفيد التوكيد فانه نعم تفيد التوكيد انه وانه تفيد التوكيد المدرس مخلص بالب مجد ان بالب مجد ان المدرس مخلصون نعم ويأتي يأتي خبر هذه الحروف مفردا او جملة او شبه جملة نعم لأن هي تدخل على جملة المبتدأ والخبر لذلك الخبر قد يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة مثل كأن الجندية أسدون هنا مفرد الجندية اسم كأن مفرد ليت المسافرة يعود ليت المسافرة يعود المسافرة هنا عفوا أسدون هنا أسدون مفرد أسدون مفرد يكون خبر كأن مفرد ليت المسافرة يعود هنا ليت هي حرف مشبه بالفعل والمسافرة والمسافرة اسمها مفرد طبعا المبتدأ دائما يكون مفرد يعود هو جملة فعلية في محل رفع يعود هو فعل مضارع والفاع الضمير مستثرة تقديره هو يعود على المسافرة والجملة الفعلية في محل رفع خبر ليت إن الفلاحة في المزرعة إن الفلاحة في المزرعة فإن هنا يفيد التوكيد والفلاحة اسمها حرف حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد والفلاحة اسم إن منصب علامة نصبه الفتحة وفي حرف جار والمزرعة اسم مجرور وشبه الجملة نعم وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع اسم عفوا خبر إن في محل رفع خبر لإنه نعم فإذن هذه الأحرف هذه الأحرف عندما تدخل على جملة المبتدأ والخبر تغير تغير معنوي وتغير تغير إعرابي نأخذ مثال في الإعراب نأخذ مثالا في الإعراب نقول إنقضى الصيف إنقضى الصيف هذا الاستدراك لكن الحر مستمر لكن الحر مستمر فإنقضى هنا هو فعل فعل ماضي مبني على الفتح المقدر طبعا على الألف هذه إنقضى ويرمي ورمى هذه كلها نعم فعل ماضي لكن بما أنه ينتهي بأحد أحرف العلة فمع أحرف العلة تقدر الحركة على الألف على الألف تقدر إنقضى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف لماذا تعذر مستحيل أقدر ألفظ الألف مع الحركات مع الألف نعم إنقضى الصيف الصيف هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره نعم نأتي الآن إلى الحرف المشبه اللي هو لكنه لكنه حرف يفيد الاستدراك حرف مشبه بالفعل يفيد الاستدراك هنا أين اسمها؟ الحرة هو اسمها؟ الحرة اسم لكنه منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره ومستمر هو خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره هنا مفرد الخبر تلاحظون أولادي أبنائي هنا مستمرون الخبر مفرد الخبر مفرد تعالوا معي تعالوا أذكركم نعم أذكركم أبنائي هنا هذه الملاحظة هذه الملاحظة مهمة أنه يأتي الخبر قد يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة شبه جملة مثل هنانا إن الفلاح في المزرعة كأن الجندي أسد مفرد ليت المسافر يعود جملة فعلية وإن الفلاح في المزرعة شبه جملة من الجار والمجرور من الجار والمجرور نعم نأتي الآن إلى تمرين محلول لدينا في الكتاب تمرين محلول نلاحظ من الذي يطرأ من الذي يطرأ على جملة المبتدأ والخبر عندما نحذف إن أو أخواتها هذا التمارين دائما تكرر تمارين اللي كانوا أخواتها وإن أو أخواتها دائما تكون مكررة ادخل إن أو أحد أخواتها أو إحدى أخواتها على الجملة ونلاحظ ما يطرأ عليها من التغيير أو ادخل كان أو أحد أخواتها على الجملة وبين ما يطرأ على الجملة من التغيير فنأتي الآن إلى هذا التمرين ونلاحظ ماذا يريد احدف إن أو إحدى أخواتها من الجمل الآتية احدف إن وأخواتها من الجمل التالية وجه التغيير العرابي المناسب نعم وجري التغيير العرابي المناسب إن المجدينة ناجحون فإذا عندما أتي لهذه الجملة إن المجدينة ناجحون أين الحرف المشبه بالفعل؟ إنه هو الحرف المشبه بالفعل بما أن المجدينة ناجحون أصبحت جملة مبتدأ وخبر أصبحت جملة مبتدأ وخبر المبتدأ يكون مرفوع نعم ويايا أولادي أبنائي فإذا إن المجدينة ناجحون نحذف إنه تصبح الجملة المجدونة أرجع المبتدأ يرجع إنه يكون مرفوع المجدونة ناجحون نعم المجدون ناجحون أصبحت المجدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وناجحون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم نعم نأخذ مثال آخر نأخذ مثال آخر هنا نعم لعل أباك قادم لعل أباك قادم أين الحرف المشبه بالفعل لعل أحذفها ماذا تصبح الجملة أباك هنا أباك من الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة تنصب علامة نصبها الالف وترفع وعلامة رفعها الواو فإذن ماذا تصبح الجملة نعم هنا نلاحظ أنه هذه الجملة نعم هاي مهذه عدي جملة هنا ماذا تصبح الجملة أباك قادم أباك قادم لأن هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة نعم أحسنتم ماذا لدينا أيضا ماذا لدينا نعم مثال الثالث إن المتكاتفين على الحق إن المتكاتفين على الحق منتصران إن المتكاتفين على الحق منتصران فالمتكاتفين هنا اسم إن منصب علامة نصبه الياء لأنه مثنى على الحق جاروا مجرور ومنتصران هنا خبرها فعند حذف إنه عند حذف إنه ماذا تصبح الجملة نلاحظ هنا نلاحظها الجملة تصبح المتكاتفان على الحق منتصران المتكاتفان على الحق منتصران متكاتفان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه عفوا المتكاتفان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هنا الألف لأنه مثنى وعلى حرف جر والحق تبقى جملة مثل ما هي فقط التغيير اللي يصبح عديه من أرفع أو إحدى أخواتها ترجع جملة مبتدأ أو خبر المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع نعم رابعا نعم ليت المسافرين عائدان ليت المسافرين عائدان فالمسافرين هنا اسم ليت هنا تفيد تمني أمر حصول يعني حصوله قد يحصل أو قد لا يحصل ليت تفيد التمني المسافرين عائدان فالمسافرين اسموها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وعائدان خبرها من نحذف ليت من نحذف ليت ماذا يحدث في الجملة ماذا تصبح الجملة المسافران عائدان أحسنتم المسافران مبددأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وعائدان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وخامسا آخر مثال من الطينيات التمرين المحلول إن المدرسين مخلصون إن المدرسين مخلصون فإن هنا أفادت التوكيد نعم تأكدت الجملة أن المدرسين مخلصون فعندما نحذف إن عندما نحذف إن عفوا ماذا تصبح الجملة المدرسون مخلصون جملة مبتدأ وخبار المدرسون مخلصون المدرسون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم ومخلصون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم نعم فإذن أبنائي عندما ندخل احد احرف المشبهة بالفعل على جملة المبتدأ والخبار تغيرها تغيير معنوي وتغيير اعرابي التغيير المعنوي لماذا تغيرها تغيير معنوي لان كل حرف من هذه الاحرف المشبهة بالفعل له معنى خاص كل حرف له معنى خاص لذلك هناك تغيير معنوي اما التغيير الاعرابي فانه يصبح المبتدأ منصوب ويسمى اسمها والخبر مرفوع ويسمى خبر لهذه الاحرف المشبهة بالفعل نعم في نهاية درسنا هذا اودعكم على امل اللقاء بكم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية للصف اول متوسط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة